قلوات المجد للأطفال أمال لطفلك وراحة لبالي أهلاً فيكم في فكرة المطبخ طبعاً اليوم بسوي لكم خلطة شبس أنا شوش ها وعليكم فيهم يرلكوا لي طيب اليوم بسوي خلطة الشبس خلطة شبس صص شبس عشان تستمتعوني عن هذا الشبس طبع أول شي بقول لكم المكونات عندها لملح وزعتر وصمار حالا وهذا وش بودرة ثوم وهذا سيتسمع هذا سيتسمع نعم كمون أتوقع إلا إلا كمون أي كمون طيب زعتر زعتر وكمون وملح وش اسمع بقسمع ايوه سمع وبودرة ثوم طبعاً وعندها الزبادي وليمون وخل طبعاً الحين عندها الزبادي نحط الحين مكونات تعالي جانب الناس حين نحط بمرعقة الشاهي الصغيرة كل هذي بمرعقة الشاهي هذا السوم أو الشاهي لا هذا كمون آه كمون شوية حط واحد من هذه تنحطها بعدين فرط شوية ملي ملح حلو سبس نقص كده ولا نقص كمان كمان طلعت مكونات منكم بشاشة ايوه خلاص طيب وزعتر فلفل أسود مو كمون معلاش طيب استر اللي قالت لكم كمون هو فلفل أسود ايوه معلاش الحمد للأخير طيب وحط شوية إذا أنتم تبون نحطوا شوية من هذه وشطناها بغادرت الثوم أحطت شوية بعدين أخلط شكلها بتكون طبخة شهية ولذيذة يعني صاصر هذا شوية صاصر ايوه لازم نحرك سريح طب الحمد نحط الليمون حطي ملعجة واحدة ملعجة واحدة ملعجة واحدة ملعجة واحدة ايه طيب بس بس كبيتش احطتك احطات كثير بسم الله شكلها صار غريب بطيح الصحان طب انتو اخلطي والحينة استوب بفك صمات واشنحن نسوي استوب 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 فكي فكي داع طبعا الحين هتخاص خاصي كثير يعني تخلطونا لما تندمج كده مع بعض يعني يعني تسمع بعض استوب محتر ايه بحط مرعك صغيرة خل شوية ابعدوا عشان لاحط كثير خطط بصري كثير حلو مشاء الله شكلها بتكون شاهية 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 لبيدة مشاء الله هذه الخلطة يا جانت تنفع اللي for? تنفع اللي for seven scripts وبعض هم يعني يحبوه مع شيThree اكتنعات ايه بس تنفع لو كنتي مستى أجلة لو كنتي على المنصة ممكن تستقدموه طيب مستعجلة تعني هذي سهلة وسريعة تقدر تحووها طبعا خلينا نحط الصمة لا لا بعدين الحين بنحط هنا نص الخلطة هنا أطوني ملعقة شوية في ذي هو نحطها خلص خليها 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 مكانها طيب نحط منها خلينا نسوي كده شو نكتر نقسمها في صحنان بعدين تعرفتين الصحن الثاني بسرعة صحن الثاني سبزار مو متاوين برسا سب سب اي وحطيه شو نقدر شو نقدر حطيه شو نقدر شو نقدر خليك بس بيس بري خاص خاص خليه خليه شو نحيني كده متاوين لا مو مرة يو خاص خاص بس بس لي ما سخليه خليه لا هذا أكثر شي فيه طيب الحين بنخلي لونين هذا بيصير لون أخضر هذا أحمر وردية أو أحمر ما قدر والله لكن الحين خل نحط شوية من ذاتر تحمس للطبخة شوية رمس شو نحط طيب نحط هنا رمزة زينة ولدي شوية نحط من ذاتر هذه اللي حط طيب على الدم شو نزل لها ينزل لها طيب أعطني ذي حين نخلط هذا بصار شكلة ملوح شوية شوية يعني مع الوردي نحط لها شوية صار وردي وأخضر طيب طيب ونحطي أمسكيها شوية طبعا الحين شوفوا نبعد كل شي نبعد حطوا الكاميرا عليه طيب ما أقدر هذا خايفة ينكب هذا وردي مو بايل مرة خايفة ينكب المهم أن هذا وردي وهذا أخضر الحين شوفوا اللي شجع الأخضر الأخضر هذا يحب الأخضر يكتب اللي فيه هاشتاق واللي شجع الوردي طيب أنت هو شجعي هذا أو هذا؟ صراحة الوردي البنات الوردي ما أدري بنات أولاد يلا دوقي يلا دوقي حان هنا عندها الشف دوقي الوردي يلا شو دوقي دوقي عجبت من أكثر؟ بسم الله مش ملا أوله هي وآخره دوقي الثاني يلا دوقي الثاني صب أنا مع دوقتانة طباخة صب اللي أخذ صورة صراحة كلهم حلوات لكن شوفه على النون كلها حلوة هذي خطينا فيه زعتر وهذا سماء يعني لون عشان لون صراحة كلها حلوة صوروها ونزلوها بهاشتاق اللي يحب الأخضر والوردي يحطهم كلهم المهم اللي يبغى يختار و... و... علشان ما يفوتك جديد قنوات المجلس لأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة و الإعجاب بالمقطع شكرا